اشتركوا في القناة تمارين تطبيقية عرفت مشاركة فرقة محلية تمثل مدينة الداخلة اليوم كما اشتركوا حساس تطبيقية للمدربين لديه اجواء ممتازة المستوى مستوى جيد بشهادة الخبراء اللي معنا بشهادة الاجانب اللي كيتواجدوا معنا المستوى طيب مستوى جيد كيتواجدوا معنا مدربين اجانب حتى هما افريق بحنا اللي تهم ساهموا بشكل جيد وعبروا على المستوى ديالهم وكذلك عبروا على الارتياح ديالهم للتنظيم ديالها الدورة هذي بمدينة الداخلة على ديبلومات الموجودة على المستوى القاري توقام هنا في مدينة الداخلة العزيزة فطبعا كما قلت المستويات في ارتفاع كبير الديناميكية اللي موجودة عليه وكورة القادمة الغريبية اليوم والنتائج المحققة تترغمنا على اننا نوجد الكوادر على المستوى عالي لانه مهم في تحقيق النتائج في تعطير لعبين الصغار خصوصا الادارة التقنية الوطنية قيمة من جهود كبير مساعدة الكافة على انه الاطور يتحطوا في ظروف جيدة ياخذوا احسن التكوينات الممكنة احسن المضامين ديال التدريب الممكنة ان شاء الله نستمروا فضل تحقيق هذه الانجازات لانه مبقاش مسموح لنا بالتراجع الاطور التدريبية بمعاية الخبراء عبروا عن فخرهم بمستوى هذه الدورة التكوينية وهي الثانية التي تحتضنها المملكة ودورها في الارتقاء بمستوى الاطور التدريبية الوطنية والافريقية المستفيدة من هذه التكوينات صحيح ان الكل فخور بان هذه التورة ديال الكرة القادرة المغربية لا النسوية ولا في كلاس العالم وهذا بالتالي يعطي الجودة وميزة كبيرة للشواهد ديال الكاف فتنظر بانا كنت جد سعيد ان نتواجد ديال الكاف برو مع اسماء اللي هي كبيرة في كرة القدم لا المغربية ولا الافريقية وتنظر بانا توجه ديال الجامعة المغربية لتطوير كرة القدم لا المغربية ولا الافريقية غير طريق صحيح هذا يشرف المدينة ويخلي مؤطرين ديال الجيهة يكون عندهم طموح باش حتى هما يوصلوا هذا الديبلوم لانه الحمد لله الظروف اللي هي البنيات التحتية اللي مطلوبة عندنا في جميع القالمين الجنوبية خاصة الداخلة ولا العيون ولا قلميم الأطور حاليا المحلية الحمد لله فيها عدة أطور متوفرة على وقالبا غدا تكون عند مدربين أخرين حتى هذه الرقصة طفرة نوعية تشهدها الكرة الوطنية على صعيد مختلف المنتخبات والفئات العمرية تواكبها برامج مكثفة تسطرها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتعزيز خبرات وتجارب المدربين الشباب وتأهيل جيل من الأطور الوطنية القادرة على تحمل المسؤولية مستقبلا وتعزيز إشاع كرة القدم الوطنية قريا وعالميا